ناقش اجتماع نوقد في العاصمة المؤقتة عدم برئاسة وزير الشباب ورياضة نايف البكري خطة العام 2024 وسبل تفعيل نشاط الإدارات العامة المنظوية في القطاعات وسبل الارتقاء بعملها وخلال الاجتماع أشهد البكري بما تم إنجازه من مشاريع البناء التحتية في عدد من المحافظات المحررة مشيرا إلى أن غالبية الملاعب التي تم إعداد تأهيلها والتي تم تنفيذها بتمويل من صندوق رعاية النشأ الشباب أو شكت على الانتهاء وتمنى البكري أن يكون العامة الجديد 2024 عاما مليئا بالإنجازات وأن يتم فيه تفادي العقبات التي تعاني منها الوزارة خصوصا فيما يتعلق بالموازنة المالية في السياق ذاته شدد نايف وزير الشباب ورياضة مونير الوجي على ضرورة تفعيل عمل لجنة هيكلة الوزارة والعمل والتلافي القصور فيما مضى بناء على تقييم المرحلة السابقة من جانبهم استعرض وكلاء القطاعات في الوزارة تقارير مفصلة عما تم إنجازه خلال العام الماضي مستعرضين أهمل التصورات للأعمال والمشاريع والدورات والمشاركات الداخلية والخارجية للعام 2024 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة